اشتركوا في القناة 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 علم الحرف علم الرقم علم الأوفاق علم الرمل علم أي باب من الأبواب عن التاروت عن الفنجان عن ايش اللي بخطر في بالكوا فأي سؤال بخطر على بالكوا او بدكوا استفسار عنه وبدكوا شرح عنه علمي وصحيح وعقلاني فأنا رح أشرح بإذن الله تعالى هذه الحلقة عشان نعطي لمحة عن هذا العلم شو هو أو عن هذه الحلقات إيشي إجاني سؤال من لونة ورد سألت سؤال في حلقة أول أمس يعطيك الصحة والعافية بحب أسألك عن رأيك وقناعتك بعلم الرقم والحرف وهل هم أدق لوصف الشخصية مع الشكر الجزيل طيب سؤال حلو وعميق جدا على فكرة يعني بده شرح عشان ينفهم أمور كثيرة أول إشي فيه علوم إحنا منسميها العلوم الأساسية يعني الأساس لا تبني عليها علوم أخرى مثلاً نيج علم الفلك هو أساس لعلوم أخرى يعني عشان أنت تتعلم مثلاً علم الرمل لازم تعرف بعلم الفلك بالأساس عشان تعرف بالروحانيات لازم تعرف بعلم الفلك بالأساس عشان تتعلم علم الأوفاق لازم تعرف في علم الفلك بالأساس يعني هو قاعدة أساسية لماعظم العلوم الروحانية فعشان هيك إذا ما تعلم الروحاني أو اللي بيشتغل بعلم الرمل أو اللي بيشتغل بأي علوم أخرى ما تعلم علم الفلك فعلمه ناقص أو هو بيحكي معلومات ولكن هو بيتشتت فيها ما بركز فيها ما بعض المعلومات الصحيحة حافظ مش فاهم هذا واحد طيب علم الحرف وعلم الرقم برضو هو من العلوم الأساسية اللي بتيجي بعلم الفلك وبتيجي بعلم الرمل أو بتيجي بعلم الأوفاق وبتيجي بعلم الزيارجة وبتيجي بعلم التكسير بعلوم واسعة وهو لحاله علم كيف علم الفلك؟ فهو علم لحاله قائم بحد ذاته دول أو حضارات سمتوا بأسماء كثيرة المعروف عنها هو علم الحرف والرقم إحنا كعرب والأجانب سموه علم النمرولوجي برضو علم الرقم ولكن بدون هذا العلم مستحيل تتعلم أي علم من العلوم الأخرى يعني عشان أنت تعمل القاعدة الأساسية لكل العلوم لازم تتعلم علم الفلك وعلم الحرف والرقم هدول الأساس لمعظم العلوم أو 99.9 بالعشرة من العلوم الموجودة حتى علوم الروحانيات بأكملها إن كان العلوية السفلية الخير الشر كله بمبنى على هاي العلوم أي شخص بيشتغل بهاي الأشياء وبيد تسأله بتقول له علم الحرف علم الرقم علم الفلك بيقول لك لا 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 أنا بأمنش في هاي الأشياء يعرف أنه هو نصب وكذاب وجاهل وما عنده علم هو بده يستغل الاسم اللي هو بتعلم فيه وبده يكمل ولكن بالأساس هدولة إذا ما تعلمهم ما بتعلم أي علم آخر طيب هسا هل علم الرقم علم الحرف بيحللوا شخصية البني آدم آه بيحللوا شخصية البني آدم لأنه اسمك يعني اسم الشخص مثلا هو مبني من أحرف هاي الأحرف إلها طاقات ليش؟ لأنها هاي إلها أرقام كل حرف إله رقم لما تيجي أنت تحول الأرقام الأحرف هاي الأعداد بتصير الأعداد هاي إلها كواكب وكل كوكب مرتبط بحرف وبعطيه صفات ومرتبط برقم وبعطيه صفات فأنت من خلال هذا العلم لما توسع على أقصى حد هذا العلم اللي هو علم الأوفاق بمعنى آخر بتحلل أنت شخصية البني آدمين تعمل تحليل شخصية ليش؟ لأنه هاي تحليل شخصية لإسمه وتاريخ ميلاده ما إلو علاقة هسا هذا بعلم الفلك اللي هو خارطة فلكية والشمس والقمر والكواكب الأخرى وإن كانت موجودة فهو بعطيك بنسبة إذا متكامل خمسين في المية من تحليل شخصية البني آدمين يعني خمسين في المية يعني مش خمسين في المية إشي تستهينه فيه لا الخمسين في المية تعطيك أدق التفاصيل عن البني آدم وهذا الشخص لما يكون يعرف في علم الفلك وييجي يحلل خارطة الفلكية ويحلل حرف رقم هو أعطى تسعة وتسعين فاصلة تسعة عن البني آدم بتحليل شخصيته وصفاته وإلها معنا نهاية وهذه عادة الفلكي المحترف بيجي بيطلع الخارطة الفلكية بحسبها وبعدين بيشوف طيب اسمه شو تأثيره لأنه مثلاً اثنين توم مولودين في نفس الوقت ونفس الخارطة الفلكية ونفس مكان القمر ونفس كل هذه الصفات ليش بيختلفوا عن بعض لأنه أسماء هم بتختلف عن بعض هذا إلو اسم وهذا إلو اسم اثنين ما بيحملوا نفس الاسم عشان هيك هذا بيكتسب 25% من الاسم لحاله صفة تختلف عن هذا شوف 75% حملها أخذها من تاريخ الميلاد اللي هو المتطابق وأخذها من الخارطة الفلكية المتطابقة وضع الكواكب المتطابق والطالع المتطابق أخذ 75% من الصفات الاسم لحاله غير 25% فإذن الاسم وانتقاء الأسماء وإلك نصيب من اسمك هذا إشي صحيح لأنه هذا بيغير من شخصية البني آدمين ممكن اسمك يعطيك سعادة وممكن اسمك يعطيك نحوسة ممكن اسمك يسهل عليك أمور لأنه ممكن أنا أحلل اسمك هذا أجمعه مع بعض أحاوله لأعداد والأعداد هاي أربطها بكواكب معينة يطلع مثلاً المسيطر على الاسم أو كبكب اسمك زحل فهنا زحل لحاله رح يعركس الأمور رح يخلي الأمور بصعوبة ما تمشي الأمور معك بسهولة واللقمة بتوصل للثم وبطير وفي نفس اللحظة أنت بتكون كئيب وحزين وفي نفس اللحظة هيك يعني بتكون لك شخصية مستقلة أما إذا كان مثلاً المشتري أو الزهرة فبعطيك طابع آخر على الحضود وأنه الدنيا بتفتح أمامك الحياة سهلة الحياة ممتازة فعشان هيك هاي كلها علوم مربوطة في بعض أجي أقول لك خذ علم الرقم والحرف هو لحاله بكفي لا ما بكفي وخذ علم الفلك لحاله بكفي برضو ما بكفي إذا أخذتم اثنين مع بعض أنت حصلت على نتيجة عالية جداً في أمور التحليل هذا شيء بسيط من المعلومات يعني بحاول أوضح شوفوا أنا فتحت لكم أبواب كثيرة الآن من الأسئلة على أساس أنه من خلال حلقة واحدة أو معلومة عن علم واحد بتفتح مئة ألف سؤال بخطر في ذهنكو لأنه بتفتح العقل آه في أشياء معناته طب أنا اسمي إيش بعطي طب شو الأحرف طب الأحرف هاي مرتبطة في إيش طب كيف دي أعرف الأرقام هاي والكواكب طب كيف دي أطلع على الإشي الصحيح طب كيف دي أخذ على حساب الجمل أو حساب الجمل الصغير أو حساب الجمل كبير حساب الجمل المغاربي أو حساب الجمل الشرقي في حساب جمل كثير موجود ولكن أنو الصحيح منها أنو اللي نشتغل عليه اتنين طيب هذا العلم طب لما أجمع وأطلع وأطرح وأسوي الأرقام هاي وأطلعها طب كيف دي أعرف الصفات هاي كلها أسئلة الآن إذا أنتو حابين أنو نفتح هاي الأبواب ونحكي بعلم مش إشي خزعبلات نحكي إيجابيات نحكي سلبيات وتجربوها على حالكم على أحبائكم تتمرسوا على هذا العلم بدون مقابل يعني حلقات إحنا بنعملها هي المطلوب منك إنك أنت تكتب سؤالك من سؤالك إذا كان سؤال عام الكل بستفيد منه إحنا منجاوب عليك إذا كان السؤال شخصي واحسب لي وأنا وبرجي وطالعي وهذا ما رح أرد عليك لأنه كحساب الطالع موجود الرابط في صندوق الوصف حساب كيف تستخرج طالعك موجود في صندوق الوصف جدوى العامل وحط لكها في صندوق الوصف من أول ما فتحنا الحلقات وإحنا القناة رجعنا لها وإحنا نشطين هاي الأمور عساساً للكل يستفيد ولكن شوي شوي إحنا ممكن نفتح أبواب علم كثيرة هاي الأبواب الكل يستفيد منها ويتعلمها فهي بدي أعملها زي حلقات سؤال وجواب وعلم في نفس اللحظة يعني تستفيدوا من كل الأشياء في بعض اللي مر عليه تجربة أو مر عليه قصة أو سمع حد تحدث بعلم أو بحرف أو بأسلوب جديد أنتوا مش لقين له تفسير أو حابين تفهموا هو صحيح مش صحيح اكتبوا لي اكتبوا لي في التعليقات وخلينا نشوف ونتناقش ونحكي ونرد ونجيب لحديث ما يرسخ الفكر الصحيح عند الجميع هيك من كون انتهينا من حلقتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء